معنا مراسلة الحدث لانا كل غاصي لانا مساء الخير لك بين أنباء إخلاق كريات شمونة وأنباء مزيد من التسلل عبر الحدود إلى الداخل الإسرائيلي كيف تبدو الاستعدادات العسكرية هناك؟ نعم فقد دعيني أشير إلى آخر التطورات نتحدث عن إطلاق صاروخ كورنيت من جنوب لبنان على ما يبدو من حزب الله إلى عدد من المناطق أو تجاه المناطق الحدودية القريبة من جنوب لبنان وأيضا كان هناك قبل ساعتين تقريبا من الآن صفرات الإنظار كانت تدوي في منطقة المطلة تحديدا بعد أن تم استهدافها بقضيفتين أو صاروخين تم إطلاقهم من جنوب لبنان وبالتالي صفرات الإنظار كانت تدوي هناك ولكن لا وجود إصابات في صفوف الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين لأنه بالأساس منطقة المطلة تم إغلاقها بشكل كامل وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة وبالتالي من يتواجد في تلك المنطقة هم الجنود الإسرائيليين والدبابات والعتاد العسكري بكميات كبيرة قبل عدة أيام استطعنا أن نزور المنطقة ولكن الآن تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة وبالتالي منع دخول المدنيين أو حتى الذهاب إليها لذلك نتحدث عن حالة من التأهب الكبيرة في الجبهة الشمالية خاصة بعد أحداث الأمس نتحدث أن بالأمس حركة حماس كانت قد تبنت إطلاق 30 صاروخ من جنوب لبنان إلى مستوطنات الجليل الأعلى كما تحدثت أيضا كان هناك إصابة بشكل مباشر لمستوطنة كريات شمونة وبالتالي ثلاث إصابات وهذا ما أدى إلى قرار الوزير الدفاع الإسرائيلي بإخلاء مستوطنات كريات شمونة بس لانا أنا أشير وأنت تخبرين بالتطورات أن يبدو في قنابل مضيئة هذه الصور نحن ننقلها لقنابل مضيئة فوق الجنوب اللبناني نتبع صورها الآن لانا بالنسبة لعمليات الإخلاء كريات شمونة عندما نتحدث عن إخلاء إجباري إلى أي مناطق يتم نقلهم هل إلى أيضا مناطق قريبة أو فعليا هناك محاولات للذهب أبعد من ذلك إخراج المدنيين إلى نقاط بعيدة عن الحدود قدر الإمكان نعم فقط لنشير بأن مستوطنة كريات شمونة بشكل خاص هي مستوطنة ليست قريبة بشكل كبير على الحدود بالفعل هي قريبة ولكن ليست بقرب 2 أو 3 كيلومتر مثل المواقع التي تم إخلاءها قبل عدة أيام اليوم نتحدث عن مستوطنة كبيرة حتى قبل الحرب كان هناك الحديث أنهم يريدون تحويلها إلى مدينة لأنها مستوطنة كبيرة وبالتالي نتحدث عن مستوطنة بشكل كبير عدد سكانها أكثر من 23 ألف مستوطن وإسرائيلي وبالتالي إخلاءها هو ليس بالأمر السهل سوف يستغرق عدد من الأيام وحتى اليوم توجهنا إلى المنطقة وبالكاد كنا نشاهد مدنيين في الشوارع المحال التجارية كانت مغلقة تقريبا بيوت أشباح أو منطقة أشباح في المنطقة وأيضا من يتواجد حتى المركبات الخاصة من يتواجد فيهم فقط الجنود على ما يبدو جنود الاحتياط الذين ربما يخرجون للتجول في المنطقة أو الذهاب من مكان إلى آخر لا يوجد أي مدني في المنطقة حسب ما رأيت اليوم وأيضا كما تحدثت هناك أعداد كبيرة من الإسرائيليين الذين خرجوا من المنطقة ولكن حتى قبل إعلان وزير الدفاع بأن يجب عليهم الخروج بأمر عسكري أكثر من 3000 بالأساس خرجوا قبل هذا البيان ولكن اليوم نتحدث أنه سوف يستغرق عدة أيام حتى يتم إخلاء هذه المستوطنة بشكل كامل لأنها مستوطنة كبيرة ليست كالكيبوتسات والمناطق الصغيرة القريبة من الحدود شكرا جزيلا لك لنا على كل هذه الإضاحات من الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلة الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر